السلام عليكم السلام عليكم نقدم لكم جوج كيكات سهلة ويجبون شوكولات كيكات 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 جائز نقش وقش نقش ثم نقطع ثم نقش ثم نسك ثم نقش ثم نسك شوكب والسلام تركيكات كيكات لانها فعلا الديدة وسبق لي ونزلتها في الصفحة ديالي عبر فيسبوك وجربوها بثاف بثاف لا هي ولا هاد الكيكة ديال البيضة وحدة زع ما الصراحة يستاهلوا تجريبة وقلت علش لله ما نحرمش منه من متتبعات ديالي حتى في اليوتيوب فكيف شفتو كتليكم كنحيد البودور وكنحيد داك الخيط البيض ونقطعها مربعات ومن بعد غادي نجيب الكاس ديال الخلاط الكهربائي هنا كيف شفتو من بعد جبت الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي ندير فيها داك البرتقال مع الحامض ومن بعد غادي نضيف ليه اه البيض كي شفتو ربعات ديال البيضات مع جوش كيسان ديال سكر ومات تتغربوش من كمية سكر ما تجيش حلوة نهائيا مع كاس وربع ديال الزيت غادي ندير كل شي فالخلاط الكهربائي تخلط مزيان وانطلاقه هنا غادي ناخد تقريبا تلتمية قرام حتى تلتمية وخمسين قرام ديال الطحين اللي غادي ندرتها في واحد الاناء غادي نضيف ليها جوش كيس ديال الخميرة الحلوة وطبعا نرى دقيقنا ديرا في قبصة ديال الملح ودبا غادي نفرغ داك الخلاط ديالنا ديال البيض والبرتوقال ورما كان صفش البرتوقال البناس مباشرة كنتحنو ومباشرة كنفرغو فوق كمية ديال الطحين اللي ذكرت معاكم صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان عارتو ودلكاك البنا دياله بقى في فم ديالي لانه فعلا بنين بزاف نخلطو مزيان مزيان ومن بعد غادي ناخد المول ديالي ديال الكاك انا خيرت غير هادا اللي عادي دهنتو بالزبدة ورشيتو بالطحين وغادي نفرغ فيها الخالط ديالنا ومنين نكونو نفرغو في الخالطنا الزويد ديالنا للفوق وندخلتها للفران على 180 درجة فران بارد وهنا كيف كتشوفو ها هي في الفران كتشي رائع بزاف بزاف هنا من بعد ما خرجتها من الفران المول بقي سخون غادي نخليها تبرد عاد نزولها من المول هنا كيف كتشوفو من بعد ما حيت تم المول فانا خيرت انني منزينها موالو اللي بغاي زينها بشي سوس ديال حامود ولا سوس ديال بورتوقال لكم الاختيار انا خليتها غيرها كعادية وجات الديدة ما تحتاش لسلسلة ووالو فغادي نقطع لكم واحترايف من الداخل باش تشوفوها كيف كتجي واندوزو باش نوجدو الكيكة ديال البيضة واحدة والشوكولات لان تهي ما تتخيرش على هاد الكيكة اللي سميتها كيكة الفيتامين السي لانها فيها غير الحامود والبرتوقال كاجي زوينة بزاف ومنعشة هنا را قطعتها لكم وهي مازال سخونة خلي واحتى وكانت برد مزيان هنا را بقى دافية وعرتون ريحة ديالها ما نقولش لكم انا غادي ناكل منها هاد الطريف هيدا بندوزو نوجدو الكيكة ديال البيضة واحدة وهي اللي غادي نحتاج فيها في واحد الاناء ما تحتاج ما فيهاش الخدمة كتيرة درت كاس ديال سكار في صفايا وغادي نضيف ليه وغادي نولي نضيف ليهم جوش كيسين عنبا ديال الدقيق البيضة او اللطحين كيس ديال خميرة الحلوة جوش كيس عفوان وغادي نحاول نغرب هاد شي كامل سهلة وما فيهاش الخدمة ويلا حطيتها حتى الضياف يحلفوا عليها انها راها مصيبة بكبية كثيرة ديال البيض وكادشي مفشفشا ورطبها غزالة بثاف هنا اه اضفت ليها كاس ديال الزيت جوش كيسان ديال حليب وبيضة شفتو سهلة ما قال الله تربي البيض مع السكار حتى يطلع ولا اوله غادي نخلط كل شي دهبا شفتو سهلة غير ينساج مولية شفتو سهلة غير ينساج مولية اقدام الشفتو بالطحين وفرقت فيه الخالط وغادي نزينا هنا من فوق بلبيبيت وشوكولا ولدخلها الفران اللي بارد على 180 درجة ولعفيا من التحت حتى الطيبلية ونخرجها هنا من بعد ما خرجتها غادي نخليها شوية هنا راد فاتس وغادي نقلبها في الطبق ديال التقديم سوف غادي نعود من قلبها غادي نقلبها قدامكم يعني غادي نهزها وقلبتها وصفي تايما غادي نزينها بالموالو مزينها راسا بدو كلي بيبيت وشوكولا كجيل ديدة بزاف بزاف جربوها وردو علي الخبر لانها فعلا تستحق جريبة هاتجوش كي كاتلي قدمتليكم اليوم رائعين بزاف بزاف وكي شفتوا المكونات راسا سهلة وكلها في البيت هادي احتهي هادي نقطع لكم طيف من الداخل باش تشوفو ديكة فشفيش اللي قتليكم عليها يعني فعلا كاتستحق التجريبة جربوها وردو علي الخبر ايلا اعجبوكم هاتجوش اه وصفات لي نزلت لكم ديال الكاكل اللي تنوعوا بهم المائدة ديالكم ديال جوتي ولا جوعتكم دياف ولا شي حاجة ديرو لي لايك واشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بكل جديد ونطلقوا في فيديو اخر بحول الله الى اللقاء